معنا ما يلي واحد حرف الجيم الذي ينطقه كثير من الناس بطريقة غير سليمة والصحيح كما تلقيت وكما تعلمت وجاء هكذا جاءت جاء هكذا وليست أي جيم أخرى هذا أولا ثانيا حرف المد معنا في كلمة وجاءت المد بمقدار أربع حركات ويسمى مد متصل اعرف معي هذه الأسماء فسيكثر دورانها في كتاب الله وفي الآية إذن حرف الجيم المد المتصل التاء الساكنة الواجب الواجب بيانها بهمسها همسا خفيفا لطيفا لا تكلف فيه ولا تعسف حتى تستطيع أن تأتي بأصل من أصول هذه الرواية عند وصلك كلمة جاءت بكلمة سكرة هكذا وجاءت سكرة إذن معنى معنى التاء بها همس فتقول لي ما معنى همسها أي أنك سيخرج منك أثناء النطق هواء لطيفا بلا تكلف وبلا تعسف بل سيخرج منك طبيعيا كنفسك الذي تتنفسه لذلك عبر علماؤنا عن هذه الصفة في اللغة وهم يمثلون همس الحروف بطريقة همس بعض الحيوانات في سيرها وحسيسها فمثلا هذا الشاعر الذي كان في قافلة يسير فإذا بهم يمرون على غابة أو مسبعة أي مكان يقطن فيه سباع الحيوان فأبصر والقافلة تسير أحد هذه السباع أو الأسود تسير جنبا إلى جنب في ظلام الليل أي في الدجا فقال منبها ومعلما فباتوا يدلجون يعني القافلة تسير بليل وبات يسري موازيا القافلة تسير بالمشاعر والحراس يحرسون وهو يسري أي الحيوان المفترس في الظلام فباتوا يدلجون وبات يسري بصير بالدجا يعني يرى في الليل كما يرى في النهار بصير بالدجا الشاهد هاد هموس يعني أنه يسير ببطء ويسير بخفة وبسرعة ولا يسمع له إلا همس بسيط ومنه قوله تعالى عن يوم القيامة فلا تسمع إلا همسا إذن هذا هو المقصود معنا هكذا وجاءت سكرة الموت هكذا إذن تأتي بهذه التاء بهذه الطريقة سوف تتخلص التاء من السين بلطف ورقة أما إن كان الأمر فيه كلفة فعليك أن تتدرب عليه شيئا فشيئا حتى يستطيع اللسان ويتدرب الفم على أن يخلص هذا من ذاك وإلا إن لم تتدرب أتيت بسين مشددة وجاء السكرة الموت بالحق أتنطق لا ليس بخطأ إنها رواية أخرى لذا أنبه على أن هذا أصل من أصول هذه الرواية فهذا إظهار للتاء الساكن عند ملاقات السين فتنبه لهذا جيدا وتنبه إلى أن وجاءت سا الحروف معنا حتى الآن كلها مرققة سكرة الموت بالحق السين الكاف الرأ مفخمة التاء المربوطة المربوطة وصلا سكرت هكذا إذن أنت تلفظ بها تاء كالتاء المربوطة كالتاء المفتوحة أما إذا وقفت لضيق النفس أو لأن نفسي ضعيف فوصلت البسملة بهذه الجملة مع المد فضاق فإذا وقفت عليك أن تبدل هذه التاء هاء عند الوقف سكرة هكذا لكن ليست محل وقف عليك أن تصل سكرة الموت بالحق انتبه للام التي معنا في كلمة الموت فهي لام قمرية حكمها الإظهار وانتبه لكلمة بالحق عند الوقف فلا تحول الاسم معنا إلى فعل بالحق لا ولكن بالحق هكذا فاحرص على سكون اللام واضحة واحرص على القلقلة في القاف فهي في أعلى مراتبها لأنها ساكنة فقط لا موقوف عليها في آخر الكلمة لا بل هي فوق ذلك مشددة إذن فانتبه لهذا بالحق هكذا ولا تجعل في القلقلة سكتة لطيفة فتقول مثلا بالحق وتفصل بين هذا وكلا ولكن اقرأها هكذا بالحق هكذا فتنبه لهذا إذن الجملة ورثانية وجاءت سكرة الموت بالحق هكذا الجملة الثانية في الآية الأولى ذلك ما كنت منه تحيد الذال طرف اللسان عند النطق بها والمد الطبيعي اللام والكاف ما كنت الغنة الأولى التي تقابلنا معنا هنا في كلمة كنت ولاحظ النون في كلمة كنت واسمع مني مرة ثانية كنت ولا تنطق بالنون على أنها نون مشددة لا إنها نون مخفى فحكم النون هنا التي وقع بعدها تاء في كلمة كنت إخفى حقيقي كنت منه تحيد كلمة منه عند الوقف منه هكذا وألاحظ فيها أن النون الساكنة معي واضحة بينة لوجود الهاء بعدها ولاحظ معي منه تحيد عند وصلها أنها مضمومة فقط فليس فيها صلة ولاحظ معي قلقلت الدال في كلمة تحيد هكذا ذلك ما كنت منه تحيد هذه هي الآية الأولى الآية الثانية انتبه للكلمة الأولى في ضبطها معنا الضبط التشكيل و الو مفتوحة نو النون مضمومة نو في الف مكسورة خ الخ مفتوحة مفخمة في أعلى مراتب التفخيم لا في المرتبة الثانية لأنها مفتوحة فقط إذن 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 إذا وقفنا ونفخ سأصل ونفخ في الصور إذن المرتبة معنا في وصلها مفتوحة في المرتبة الثانية فانتبه لهذا جيدا ونفخ في الصور كلمة في عند الوقف المدمعي ثابت أعني حرف الياب في ولكن ليس هذا بوقف وكلامي على الوصل أنا سأصل ونفخ في الصور إذن من الفائ إلى الصاد مباشرة يا شيخنا الياء لم تذكرها ولا الألف ولا اللام نعم نعم واحدة واحدة الياء في كلمة في وصلا ستحذف للساكنين أي ساكن يا عم الشيخ اصبر انظر أمامك جيدا ال هل ستقول ال صور لا 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 سر معي واحدة واحدة كلمة صور وحدها الأصلية أم زائدة لا زائدة بإمكانك أن تنزعها إذن أنا أفصل الآن عن كلمة صور افهم هذه أولا جيد إذن الزائدة جميل اللام هذه ستدغم في الصاد فيصبح النطق الصور ها عم الشيخ انت قلت الألف هو الصور اصبر معي لا تعجل هذا تفصيل هكذا واضح إذن القاعدة إذا التقى ساكنا وكان الأول منهما حرف مد في آخر الكلمة الأولى وهي في والثاني ده مشدد يا عم الشيخ المشدد أشد من الساكن لأن المشدد بزنة حرفين الأول منها ساكن فتنبه لهذا إذن إن كان الأول حرف مد والثاني مشدد وكان الأول حرف مد في آخر الكلمة الأولى يحذف فيصير النطق عمليا من الفائ إلى الصاد المشدد مباشرة هكذا في الصور ولاحظ أن كلمة الصور عند الوقف هو وقف جائز أو حسن ولاحظ تفخيم الرأي لأننا سنسكن ويكفيك هذا الوجه الآن هناك وجوه أخر ولكن لا داعي لذكرها الآن إذن ما تعلمناه في هذه الجملة ونفيخ في الصور الخاء المفخمة الصاد كذلك حرف المد الرأ مفخمة وقفا وهذا أحد الوجوه الجملة الثانية في الآية الثانية ذلك يوم الوعيد ذلك مرت من ذي قبل يوم الوعيد انتبه للام التي معنا مظهرة أخذت الموت أخذت الصور أخذت الوعيد الوعيد كالموت ولكن الفارق هناك ميم وهذه واو أما الصور فهذه وقع بعدها الصاد إن لم تتعلم فانظر إلى الحرف الذي بعد اللام مباشرة ستجده مشددا إذن تدغم غير مشدد إذن تظهر الآية الثالثة وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا وَقَفْتْ لِضِيقِ النَّفَسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ هل تعلمت هذا؟ مرة ثانية وَجَاءَتْ مَرَتْ مَعَنَا في أول كلمة في الآية الأولى وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا وَقَفْتْ لِضِيقِ النَّفَسِ ثم أبدأ معها سائقٌ وشهيد هذا درس عملي ألا آتي على نفسي لأنني لو أتيت عليه سآتي على حساب الأحكام أولها المد لن يكون مستوفياً وخاصاً جاءت مد متصل وسائق مد متصل والمقدار هنا أربع وهنا أربع ناهيك عم الغنى معنا كل نفس ما هذه مقدار حركتين معها سائقوة هذه كمن غنت آه إذن الغنى لها مقدار والمدود لها مقدار فإما أن آتي على المدود أو آتي على أماكن الغنى أو أن أبتر آخر حرف في آخر كلمة فتصير وشهيد حركتان فيصير نطق وشهيد إذن إذن علينا أن ننظم النفس وإذا أحسسنا بضيق مباشرة نقف على هذه الكلمة ثم نبتدئ بما بعدها إن صح أو نأخذ آخر كلمة فنصلها مع ما بعدها المدود أماكن الغنى معنا هنا كل نفس معها يسمى إدغام معها المد الطبيعي سائق وإدغام بغنة كذلك وشهيد المد العارض للسكون والدال المقلقلة وقفا وهذه أحد الوجوه في كلمة تحيد في كلمة الوعيد في كلمة وشهيد فتنبه لهذا الآية الأخيرة لقد كنت في غفلة من هذا لاحظ لقد ألم ترقف ألقاف الدال مقلقلة كنت مرت معنا في الآية الأولى في ذلك ما كنت منه في غفلة هنا معنا واضحة في كلمة في وليست مثل كلمة سسور فتنبه في غفلة الغين المفخمة في غفلة من نطقت لك كانون التنوين لتتعلم أنها ستدغم في المين بعد ذلك في غفلة من هكذا أما عند وصل كلمة من بكلمة هذا فعليك أن توضح نون من جيدة هكذا من هذا فكشفنا وكلمة فكشفنا كلمة واحدة ولكن حينما سكنت الفاء وضحتها حتى لا تبتر منك فكشفنا عنك الغنى هنا مثل كلمة كنت هناك نون ساكنة وبعدها تاء هنا نون ساكنة وبعدها كاف غطاءك مد متصل أربح حركات غطاءك فبصرك اليوم حديد فبصرك الفاء ترقق والباء الصاد والراء تفخم والكاف بعد ذلك ترقق فبصرك اليوم حديد كذلك الحروف معنى مرققة وانتبه للدال مقلقلة نسأل الله العفو والعافية